أعتقد أن ألمانيا هنا تلاحق وهما طالما لاحقته الدول الأوروبية في السنوات الطويلة الماضية كان هناك حديث فيما سبق عن إقامة معسكرات للاجئين في ليبيا التي كان يأتي منها المهاجرون في العقدين الماضيين وخاصة من أفريقيا إقامة المخيمات هناك لا يأتي إلى أوروبا وتقوم الدول الأوروبية بتمويل هذه الأمور السؤال المخرج الآن للحكومة الألمانية لماذا الآن؟ لماذا تدعم المخيمات في تركيا أو اللاجئين السوريين في تركيا الآن؟ الأزمة السورية عمرها خمس سنوات هل لأن هؤلاء بدأوا يصلون إلى ألمانيا؟ هذا يعطي صورة بالتأكيد سيئة عن السياسة الألمانية الناحية الأخرى المهمة ربما هو التساؤل هل تقصد السياسة الألمانية أن تركيا تراخت قليلا في الفترة الماضية فيما يتعلق باللاجئين لأن هناك موجة غير مفسرة في الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر